المهندس عصام بن عبدالله خلف للإطلاع على آخر مستجدات المشروع والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة الحالية حيث تم إنشاء الخط الناقل لمياه الصرف الصحي بين غرفة التجميع للخطوط الرئيسة ومحطة الضخ الرئيسة وأشار الوزير إلى أن هذه المحطة يأحدى مكونات مشروع المرحلة الرابعة حيث يتم تجميع مياه الصرف الصحي من مختلف مناطق المملكة في المحطة التي يقارب عمقها 26 مترا وأوضح خلف أن العمل مستمر في تنفيذ عدد من المباني التابعة للمحطة بالتزامن مع عمال التوسعة ويهدف المشروع المرادف إلى توفير كافة المرافق والخدمات المساندة اللازمة لتشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بشكل متكامل لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر